تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة نظمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي مساء أمس الحفظ الختمي لمسابقة البحرين الكبرى الثامنة عشرة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره نعم كان ذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة ومعالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من المسؤولين والسفراء وأصحاب الفضيلة العلماء وقد أكد سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الاحتفاء بالفائزين في مسابقة البحرين الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في دورتها الثامنة عشر يؤكد أن خدمة القرآن الكريم والإسهام في تعليمه ونشر علومه ورعاية المصحف الشريف هي الرسالة الأولى والهدف الأسمى الذي نعمل من أجله ونتطلع فيه إلى بذل المزيد وبعد ذلك دشن سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لإدارة المراكز والحلقات القرآنية تحت مسمى آيات ثم تفضل سموه بمعية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة بتكريم الفائزين وضيوف المسابقة والجهات المشاركة وأعضاء لجان التحكيم يذكر أن الاحتفال تزامن مع اختيار عهل البلاد المفدة شخصية العام ومنح جلالته الجائزة العالمية السادسة لخدمة القرآن الكريم التي نظمتها الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي تقديرا لدور جلالته في خدمة القرآن الكريم ترجمة نانسي قنقر